ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في الحقيقة هو ليس رأيا بمقدار ما هو تساؤل أنا أطرح تساؤلات السؤال الذي يثور من فوره الآن هذا التشريع الحكيم إنما جاء على خلفية اقتصادية معينة كانت فيها المرأة وبمقتضاها المرأة تلزم بيتها تقريبا إلا ما ندر فلا تعمل ولا تكسب ولا تشارك في النفق على الأسرة يعني لا تشارك حتى في ميزانية البيت السؤال وصيغته هذه أوضاع تبدلت وتغيرت وصرنا نرى المرأة تشارك في ميزانية البيت وربما تنفق أكثر مما ينفق الرجل وتكسب كما يكسب الرجل فهل يبقى عادلا أن نستبقي هذا الحكم كما هو مع اختلاف الخلفية التي بررت هذا الحكم عادلا يعني أنت مع المساواة في الميراث في الأرث ما بين الجنسين أنت مع المساواة في الأرث ما بين الذكر والأنثى لا أنا لم أدعو لمساواة ليس بالضرورة مساواة بالعكس بالعكس حتى الشريعة الإسلامية في بعض الحالات هي تعطي النساء أكثر من الذكور هناك لدينا حالات معينة مذكورة في كتب المورث مفصلة وفي حالات تساوي طب ما الذي تطالب به في الميراث طب إيش إيش ما فهمت يعني في الميراث ما ذه تطالب به أن نعيد الاجتهاد في هذه المسائل بمعنى لأقولها بصراحة ليس بالضرورة إذا ورد الشيء مقدرا في الشريعة الإسلامية أن نسلم بقاعدة أن المقدرات تعبديات أما كلامه عن الكد والسعاية وأن هذا من فتوى علماء المالكية فالكد والسعاية متعلقان بالشراكة والقراض وهو المضاربة يعني الربح المناصفة في الربح المناصفة في التجارة تجارة تكون بين اثنين مناصفة في ربح العمل وما علاقة الميراث المرأة بهذا الموضوع قد يكون الشريكان رجلا وامرأته فيكون التقاسم على التجارة التي اشترك فيها الذي أفتى به بعض الناس حقيقة يلغي شريعة القرآن اللي هي فللذكر مثل حظ الإنثيين هذه الفتوى شاذة ولا قيمة لمن زعم أنها من فقه النوازل حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك نساء يزاولن التجارة مع أزواجهن أو بدون أزواجهن وكنا أغنياء هذه خديجة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام وبعد النبي عليه الصلاة والسلام لم يقضي خلفاء الإسلام بنصف الميراث كما يدعي هذا استدل بعضهم برواية ما وجدت لها أصلا وهي أن عمر قضى بين زوجتي عمر بن الحارث اللي هي حبيبة بنت زريق عمت عبد الله بن الأرقام نعم وورثت زوجها لما ماتت وكانت حبيبة نساجة طرازة وكان زوجها تاجرا يعمل بما تنتجه وتصلحه حتى اكتسبوا أموالا فمات زوجها وترك أموالا وعقارا وأخذ أوليائه مفاتيح الخزائن فنزعتهم فتخاصم إلى عمر فقضى لها بنصف المال وبالإرث في الباقي هكذا ورد في الرواية طيب الرواية تتكلم عن شيء آخر عن تجارة عن اكتساب ربح متقاسم بين هذه المرأة وبين هذا الرجل هذه الرجل وكان زوجها تاجرا يعمل بما تنتجه يعني هي وتصلحه حتى اكتسبوا أموالا هذه العبارة تخرجنا عن مسألة الميراث لأنه اختلاط تجارة بإرث كذلك هذا يدخلنا في موضوع المضاربة الربح ذلك أن عمر بحسب الرواية أعطى حبيبة نصف تركة زوجها لأن زوجها يعمل بمالها الذي تكتسبه من الترازة كانت تكتسبه من عمل النسيج والتطريز مضاربة فجعل عمر كسب زوجها على النصف ومعلوم من أقضية عمر أنه قضى على ولديه بنصف ما اكتسباه من مال بيت المال والقصة موجودة في موطأ مالك فهذا قراض أي مضاربة إلى جانب الإرث وهكذا كان قضاء الخلفاء في القراض كما في الرواية التي تليها في موطأ مالك عن عثمان رضي الله عنه كذلك فعلى نفس الشيء فبطل الاستدلال بهذه الرواية إضافة إلى عدم وجودها في الكتب المعتبرة أنا والله ما وجدتها أنا تعبت جدا في البحث عنها ما وجدتها لا أدعي يعني من باب التواضع أقول لن أدعي أنها غير موجودة أبدا لم أجدها لكن على الأقل أن لا تجد هذه الرواية في الكتب المشهورة في السنن أن لا تجدها في شيء من كتب الحديث ثم تستعمل من أجل مخالفة آية الميراف للذكر مثل حظ الأنثيين هل هذا من عمل أهل العلم أم من عمل من وصفه المدافر بأنه يبحث عن شواز الفتاوى إذن بطل الاستدلال بهذه الرواية إضافة إلى عدم وجودها في كتب الحديث ثم إن الفتوى المخالفة للقرآن قال بها رجل اسمه أحمد ابن عرضون أو أحمد عرضون وهذا توفي في القرن العاشر الهجري هذه الفتوى هذه الفتوى كانت بضغط من تجمعات نسائية أمازيغية فاسدة فالفتوى هذه يغلب عليها الطابع الأمازيغي الأمازيغ من منذ عدة أيام في رمضان خرجوا خرجوا عملوا مظاهرة للمجاهرة بالأكل في نهار رمضان بينما رد المالكية ردا شديدا على هذه الفتوى اللي هي مخالفة للذكر مثل حضر الأنثى مخالفة فتوى أحمد عرضون منهم من المشايخ الذين خالفوا في ذلك أحمد البعل المصوري وعبد القادر الفاسي والشيخ الرهوني والشيخ إحيس الراج وغيرهم وهم مالكيون وهذا ما يؤي وهذا حقيقة يعني يجعلني أشكر الأخ المدافر على مقاطعته ووصفه بأنه فعلا يتمسك بفتاوى شاذا ثم ذهب بعضهم إلى تصنيف ابن عرضون ضمن فقهاء البدعة مين المالكية المالكية اللي أفتوا بذلك بل ذهب البعض إلى تكثيره لشذوذه عن جماعة المالكية الذين احتجوا عليه بالشريعة الربانية في توزيع الإرث الأمر الآخر أنه مختلف فيه عادة العلماء مرده الكتاب والسنة ولا يجوز استعمال الطريقة الانتقائية لا يجوز انتقائية الحكم لمجرد وجوع الاختلاف في مسألة فكيف وأن الخلاف غير معتبر أصلا لعدم وجود الأصل وهي هذه الرواية أين هي هذه الرواية وما بني على أصل فاسد فهو فاسد والأمازيغيون زائغون أمازيغيون زائغون محادون لله ورسوله إلا من رحم الله وللإنصاف أقول خرجت مجموعة بعد هذه المظاهرة في اليوم التالي تخالف هذه المناظرة ليبرأوا أمام الله سبحانه وتعالى هذه الوقاحة من هؤلاء أنهم يعني معرفون بتمرضهم على شرع الله عز وجل وهؤلاء الأمازيغيون يستغلون هذه الفتوى الشاذة للدعاية للديمقراطية وحقوق المرأة ومساواتها برجل إلخ 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 كذلك تروج الجمعية الديمقراطية للنساء المغرب تروج لهذه الفتوى ولذلك لا عبرة لا عبرة لا عبرة بتلقف المتأخرين لهذه الفتوى وترويجهم لها تجملاً للغربيين الذين يمتهنون المرأة ويزعمون الحرص على حقوقها ثم بعد ذلك يمتهنونها بما تعلمون والمتأخرون من مشيخة المذهب إذا كانت إذا كانت هناك بدعة يتلقفونها وتنتشر بينهم مع أنها تكون لا وجود لها في أوائل أو قدماء هذا المذهب فلا يكون رواجها له اعتباراً بوجه من الوجوه إذا راجت بعد ذلك لا يكون لهذا الرواج أي اعتبار وإنما المعتبر الرد إلى الكتاب والسنة ولو خالف العرف والمشهول فلذلك هذا الاحتجاج بما سماه بالكد والسعي أو السعاية مردود ولا أصل له هات لنا الأصل لا يكفي أن تقول بعض المالكية أفتو بذلك طيب العديد من مشيخ المالكية ردوا على هذا الذي يدعي أنه مالكي فماذا نفعل صراحة عدنان إبراهيم عدمان المفاهيم طريقته انتقائية استغلالية شاذة وبالله التوفيق